بما ان احنا بنتكلم عن الصحة فتعالا كده نقعد نفكر مع بعض او نفكر بعض باللي حصل في مصر خلال السنين اللي فاتت خلال السبع سنين اللي فاتت اللي قدرنا ان احنا نحط فيها او نحط رجلنا على بداية الطريق ولكن بقوة وسرعة وكفاءة وتحديدا في القطاع الصحي دايما انا قعد اتكلم معاكو كتير جدا على مسألة التأمين الصحي والمستشفيات والصحة في بلدنا صحة المصريين بينضم الينا من مستشفى الكارنك الدولي وهو مستشفى التأمين الصحي الشامل عندنا في الصعيد زميلتنا جهان عبدالدايم ورسلة التلفزيون المصري في لقصر اهلا بيك يا جهان اهلا بيك يا يوسف جهان يعني اطلعينا على المزيد مما لديكم في لقصر والمنظومة الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل وانتي واقفة دلوقتي هناك في واحدة من مستشفياتنا اللي تفرح وتشرف وانقامن بيها على حياة وصحة المصريين طيب في البداية بحييك يوسف وبحيي سادة المشاهدين وبنقول النهاردة احنا داخل احد المستشفيات اللي بيتم فيها نظام التأمين الصحي الشامل يمكن الصورة معبرة احنا داخل المستشفى مش داخل منشأة فندقية بنقول هذا التجديد هذا التطوير الكبير اللي حصل في المستشفى يعني صرح طبي متكامل زيه فيه تاني اربعة فيه محافظة لقصر عشان نقول ان فيه خمس مستشفيات فيه محافظة لقصر بيتم فيهم التأمين الصحي الشامل ليه يكون هناك منتفعين يكون هناك يعني صحة افضل خلال الفترة اللي جاية يمكن اهم من رأي رأي المريض اللي بيتردد واللي بينتفع بهذه الخدمة الصحية كان معانا هنا وحيبقى موجود في اللقاء البعض المرضى اللي كانوا مترددين على هذه المستشفيات عشان نسمع منهم يوسف اكتر علشان نعرف ازاي الخدمة الطبية بتقدم ليهم ودهم بيكونوا هما يعني زي ما بيقولوا ايه الاداة الحقيقية اللي بنتكلم بيها اتفضل نتعلمها راح داك السلام عليكم حسن طهر عبدالغفار عم حسن يعني عايزك في البداية تقولي سيدة المشاهدين ايه ازاي انت انتفعت من خدمة التأمين الصحي الشامل في محافظة لقصر سيبينا اتكلم براحتلها الاول بشكر سيدة الرئيس عبدالتاح السيسي الزعيم دا وبنشكر انه هو بص لمحافظة نكسر وخلاها مرحلة اولى تأمين الصحي الشامل والله ما مجامل الا هي الحقيقة لانه بناخد الخدمة مية في المية بنستفاد احنا وعياننا وعيان العياننا والناس اللي لو ما ظلوا جريه المكان نشيرهم تأمين الصحي الشامل حالين بيتعالجوا ببلاش اللي كانوا يحتاروا في ثمن الالاج وفي الكشف دولك كشف وتحليل واشاعات وكل الحياة ببلاش مش مجامل للرئيس والله انما احنا لمسين الحياة على الطبيعة كيف حصل معاك يا عم حسني ازاي بتاخد الخدمة انا باخد علي بورستاتة وباخد علي ضغط بتي كان عندها القلب وحبلت وحصل لها حمل كلفت مش هجال من ستين الف على التأمين الصحي الشامل بدون مقابل بدون مقابل اتعاليت وولدت والحمد لله وخدمة مية في المية كلهم تحليل وكلهم مشاعات ببلاش بدون اي مليم سجلت في البداية اول ما التأمين الصحي سجلت بالبطاعة وعملت بطاعة التأمين الصحي الشامل وبشكر القيادة في وجه سيادتك الدكتور احمد السبكي الدكتور محمد اللبان الدكتور احمد دونجل الناس اللي خدمتنا وبتوقف مع المرضى كل يوم كانوا يجبوا في المشتشفات يلفوا عليها عشان تبقى الخدمة جيدة الوضع يتغير عم حسن عايزين نقول اي زمان واي دلوقتي زمان كان المريض الموظف بس اللي بيتعالج بالتأمين الصحي انما الناس اللي يريه والناس الغلابه اللي همش حاية كان تعالج على حسابه ويسيلي فلوسه يتعالج دولك بيتعالج الغلبان قبل الغني كله بيتعالج ببلاش بطاعة التأمين الصحي شامل لي والعيال والجيران يعني صراحة بنشكر الرئيس والله على المجهود اللي بيفزلوا دي حاية التاني حاليا سعطي رئيس حاليا مش تشفى الدودي بيتعامل فيها مجمع طبي زي مجمعة الأسماعيلية استفي استكمال للمنظومة الصحية ولسه دي مكان من أحد الأماكن برضو معنا أحد المنتفعات نتعرف عليك نسرين من محافظة لوكسور نسرين انت ايه بالزبط أنا كان عندي حصوات في المرارة بتعمل قلم شديد جدا فكانت محتاجة عملية فأنا عملت التأمين الصحي الشامل وجدامت ورجي وحوالوني للمستشفى ومن المستشفى عملت العملية وبجيت جويسة الحمد لله طيب فيه أي مبالغ مالية تم دفعها عايزين بدون أي مبلغ مالي وبدون أي حاجة أنت مش موظفة ولا حاجة أنا ست بيت ومش موظفة ولا أي حاجة نقدر نقول أنه زي ما احنا سمعنا من المترددين أو متلقي الخدمة هم زي ما قلت في البداية اللي بنتكلم معهم عشان نعرف إيه الانتفاع اللي انتفعوا لكن معنا برضو المسؤول هنا الدكتور محمود مسعد نائب مدير هيد يعني طبعا نرحب يعني ضفنا العزيز بس أنا عايزة أعرف هل الموضوع خد مع أهلين أستاذ حسن أو أستاذ نسرين هل خد وقت هل كان فيه طوابير هل تقلوهم وروحوا هاتوا القطن والشاش والدوى وارجعوا لنا تمام يوسف بيسألكم دلوقتي يقول لكم إزاي كان تم يعني فيه وقت أخذ منك علشان تعمل أوراق معينة علشان لا نقص حقنا نقص قطن إيه اللي تم معاك على أرض الواقع والله معاملة الدكاترة مية في المية والإداريين الإجراءات انت عارف كنا بنزهق ليه كنا بنزهق أجهزو لنا هتقول لنا نقص نقص الحقنا الفلاني كده في البداية ساتك بتدي صورة البطاقة بتاعتك والأسرة كلها وشهاد الميلاد والمالوشي بطاقة اللي شهد الميلاد بيطلعك الكرين تواقفة تأمين صح الشامل بتروح المستشفى تشوفي عايزة تتعرض علي خصائي خصائي عظام وخصائي اتواقفة برضو بيحاولوكو بصرف الكرشتة والألاج إذا كان محتاجة تحليل محتاجة إشاعات محتاجة مجاني يقول لك وروح يعمل تحليل وروح يعمل إشاعة يعني الإشاعة الرنين على المخ بتتعامل بستة لاف برة بنعملها ببلاش عملتها اللي بت ببلاش أنا وكانتأخذ كلكسان يعني أنا رأي الغلباني يعني موظف مرتبة ضعيف كان يصرف الكلكسان اللي بت عشان عندي تغيير صمام مترير وعورتي بدون أي مجهود أنت عارف يوسف يعني أنا كان متحمس معانا عم حسن وكان قاعد يقول ويسيبوني براحتي وأنا عايز أتكلم لأن أنا من جوايا ومن قلبي عايز الكلام ده يعني يظهر برضو عايزين نعرف منك إيه اللي تم معي أنا رحت لوحدة تابعة القرية الجنبين يعني كان كل الأوراق من فين يا كرة أنا من هنا من لوكسور نجع الخطبة نجع الخطبة كانوا محتاجين أوراق بس اللي هي فحصات أنه عندي الحصوات أو إشعات يعني هو كل آه كل ده المطلوب وفعلا عملته دوسية وبعد كده حوالينا على المستشفى وعملت العملية فوقت قياسه وقصير جدا 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 وكانت المعاملة فوق الخيال بصراحة حيان آه حمد الله على سلمين ننتفي حاجة تانية يوسف عم حسن شكرا نجي عشر نجوم عشرين ده مش بالستشفاء ده تفرج على المستشفى والتفرج بين الأول معلش يا دكتور دكتور احنا يمكن النهاردة عايزين نعرف منك أكتر المنظومة بتتم إزاي في محافظة لقصر مساء الخير على حضركم أستاذ يوسف وعلى كل أستاذ المشاهدين هو احنا طبعا النهاردة في صرح طبي من أحد صروح الرعاية الصحية في محافظة لقصر وهي مستشفى الكرنك الدولي طبعا كان حلم كل المصريين وحلم أي بلد أن يبقى عنده اللي هي بتغطي كل المواطنين بدون فرق بدون أي حاجة خالص التغطية الصحية الشاملة طبعا في أي بلد دي اللي بتحدد يعني كان قبل كده اللي حاجة اسمها الإنفاق الصحي من الجيب طبعا الإنفاق الصحي من الجيب في مصر نسبته عالية جدا بتوصل حوالي 70% يعني المواطن بتحمل حوالي 70% من إجمالي النفقات اللي بتحملها على صحته دلوقتي النفقات الصحية دي تماما ما فيش نفقات صحية بيتحملها في ظل التغطية الصحية الشاملة طبعا عدم وجود تغطية صحية الشاملة دي كانت بتدفع فئات كتيرة جدا للفقر من ناحية ان هو بيبدأ زي ما عام حسن بتكلم كده ان هو بيبدأ يستلف فلوس ويبدأ يجيب من هنا ومن هنا عشان يبدأ يعالج نفسه أو يعالج حد من أسرته دلوقتي التغطية الصحية الشاملة بتشمل جميع أفراد الأسرة وجميع أفراد المحافظة اللي بيتم فيها تطبيق المنظومة الصحية كان قبل كتا طبعا بالموظف بس والأطفال بس دلوقتي المنظومة الصحية بتشمل جميع المنتفعين طبعا الاشتراك في المنظومة إجراءات مجانية وإجراءات سهلة جدا بتبقى بس بالبطاقة الشخصية أو شهادات الميلاد لجميع الأسرة بيبدأ لكل يعني مجموعة من الأفراد بيبدأوا يطربتوا على طبيب أسرة في الوحدة الصحية اللي هي أقرب وحدة صحية ليه مربوطة عليه بيبدأ طبيب الأسرة ده بيحنا بنعتبر طبعا منظومة التأمين الصحي الشام اللي هي منظومة في الأساس بتقوم على طب الأسرة طبيب الأسرة ده اللي ما يعرفش هو طبيب الأسرة معنى طبيب الأسرة بمعنى إن أنا أي حد في الأسرة بيشتكي من أي حاجة أول حد بيبدأ يتوجه إليه هو طبيب الأسرة طبيب الأسرة ده تخصصي ده أخصائي وليس ممارس عام طبيب الأسرة بيبقى متخصص في كل حاجة تقريبا ممكن يعني مثلا هو بيعالج حالة الأطفال ويعالج حالة النساء ويعالج حالة العظام والرمض والجلدية والكلام ده كله ولكن إذا لقى أن الموضوع محتاج في التخصص حاجة أعلى يعني مثلا هو العيان ده محتاج مثلا حاجة تخصصية في العظام أكتر بيبدأ يعمله إحالة على المستشفى بحيث أنه يأخذ الخدمة بتاعته لو هي إجراء هيتحجز في المستشفى أو هيتعمله عملية معينة أو هيتعرض على أن يعمل فحوصات طبية أعلى من طبيب الأسرة ولكن في البداية لازم الأول المنتفع يعدي على طبيب الأسرة بحيث أن نحن نحسن استهلاك الموارد بتاعتنا التحليل والفحوصات والأشعات مجاني دكتور يعني التحليل والفحوصات والأشعات يوسف بيسألك مجاني كل التحليل والفحوصات لمنتفع المنظومة هي مجانية تماما منتفع المنظومة ده أي حد معاه رقم قومي أو شهادة ميلاد محافظة لقصر يبقى منتفع مش كده ولا إيه ولا لازم يبقى موظف يعني عمله يومية مثلا لكن معه بتقطه رقم قومي لقصر طيب تمام طيب بيقول يعني يوسف بيسألك أني مثلا لو معاه بطاقة شخصية هو كده منتفع مش لازم يكون موظف أو تابع هيئة أو مصطح حكومية معينة يعني أي حد مواطن عادي أو جريمة مش موظف بيبقى منتفع ومن حقه كل الخدمات اللي حرائك قلت عليها دي بالبطاقة الشخصية فقط حضرتك منتفع المنظومة في محافظة لقصر بتشمل الفئات الآتية أول واحد واحد معاه بطاقة لقصر تمام الحاجة التانية العمالة الغير منتظمة يعني مثلا ممكن يكون واحد محافظة تانية ولكن شغال هنا في لقصر في حاجة معينة نازل مثلا شغال فيه شركة مقاولات شغالة هنا مثلا فالمنتفع ده له حق يفتح بتأمين صحي لو هو مثلا موظف أو هو مثلا حد مستأجر هنا في لقصر واحد مثلا من محافظة تانية ولكن هو عايش هنا في لقصر مش بطاقة لقصر بس هو عايش هنا الحاجة التانية أي حد له سجل تجاري وبطاقة ضربية في لقصر يعني هو مثلا له تجارة هنا في لقصر تمام ويعايش هنا في لقصر فهو له حق أنه هو ينتفع بالمنظومة علاوة على ذلك أن أي حد من أي حتة في الجمهورية له حق يتمتع بالخدمات الطوارئ الطرقة في المنظومة وكمان الجديد أنه الحمد لله يعني القيادات الهيئة عملت بروتوكول تعاون مع منظومة التأمين الصحي القديم وبقى أي حد من منتفعي منظومة التأمين الصحي القديم في المحافظات اللي حوالينا نحن دلوقتي بقى جلنا منتفعين من أنا ومن أسوان لو بيجي يتعالج وهيئة الرعاية بيتحاسب التأمين الصحي القديم يعني نحن دلوقتي كمان بقت امتدت الخدمات بتاعتنا لمنتفع المحافظات اللي حوالينا ومنتفع المنظومة الأديمة أنا كده ميفل زي ما شفت يوسف لو فيه أي حاجة تانية يا أي سؤال تمام بس أنا حاب أقوله على حاجة أخير أختم بها كلامي أني توزيع المستشفيات اتفضل اتفضل أني احنا بنقول أني توزيع المستشفيات الخامسة اللي موجودين للتأمين الصحي الشامل في الأسر متوزعين بطريقة أني محدش ينتقل من مكان لمكان كله في الإطار بتاعه يعني في مناطق مختلفة من المحافظة بحيث كل المنتفعين يكونوا قريبين من المستشفيات اللي بيتم فيها منظومة التأمين الصحي الشامل زي ما شفنا يوسف يعني يعني ياريت لكون قدمنا النهاردة يعني تقرير وافي عن الخدمات الطبية المتميزة في محافظة تقرير رائع منك يا جيهان أنا أشكرك جدا علي زميلتنا العزيزة جيهان عبدالدايم ألف ألف شكر لك شكرا جدا نعود مرة تانية إليكم هنا في الستوديو من داخل